موسيقى منظمة الامم المتحدة تنتقد معاملة النمسا لطالب اللجوء كاريتاس تحذر من استغلال اللاجئين في الانتخابات النمساوية الخارجية تكشف عن انخفاض عدد الدبلوماسيين الروس في عامين وزارة العمل تتبنى ديناميات جديدة لصد نقص العمال المهرة ودراسة تكشف ان اللغة الالمانية اصبحت اجنبية في العديد من المدارس واخيرا النمسا تمدد عمل مفاعلها النووي البحثي حتى عام الفين واربعين مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم اصدرت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب تقريرا ينتقد بشدة معاملة النمسا لطالب اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب او يعانون من امراض نفسية وطالب التقرير بوقف احتجاز الاشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية في زنازين مراكز الترحيل مع التأكيد على ضرورة معاملة طالب اللجوء بانسانية واحترام احتياجاتهم وشددت اللجنة على ضرورة توفير رعاية صحية افضل وعبر تقرير عن قلقه من ظروف الترحيل وانتقد استخدام الحبس والعلاج الاجباري وطلبت اللجنة بمراجعة القوانين لضمان معاملة انسانية وعادلة لطالب اللجوء حذر وولتر شمولي مدير كاريتاس فورال بيرج من استغلال قضية اللاجئين في الحملات الانتخابية لبعض السياسيين في النمسا واعتبر شمولي استغلال معاناة اللاجئين موضوعا حساسا للغاية مؤكدا انهم يحتاجون الدعم والتكامل في المجتمع ودعا الى التعامل بالمسئولية مع هذه القضية وعدم استغلالها في الحملات الانتخابية مشددا على ضرورة عدم التحدث بلغة قاسية تجاه اللاجئين واكد شمولي التزام كاريتاس بالمساعدات الاجتماعية بغض النظر عن نتائج الانتخابات كشفت وزارة الخارجية النمساوية عن تراجع عدد بوظفي البعاسات الدبلوماسية الروسية بالنمسا منذ بداية عام الفين اثنين وعشرين حيث كان هناك مائتين ثمانية وثمانين لكن انخفض الى مائتين ثمانية وخمسين في مارس من عام الفين أربعة وعشرين وذكرت الخارجية ذلك ردا على سؤال برلماني وبحسب الإجابة كان هناك مائة اثنين واربعين دبلوماسيا ومائة وستة عشر موظفا إداريا وفنيا في مارس وأشارت الوزارة إلى معدل دوران مرتفع حيث تم شضب مائة وعشر شخص وتعيين ثمانين آخرين خلال الفترة نفسها كما أكدت على الاتصال المستمر مع وزارة الداخلية ومدرية حماية الدولة والاستخبارات لمتابعة التحديات الأمنية أطلقت النمسا مبادرات جديدة في سوق العمل لمواجهة نقص الأيد العاملة الماهرة عبر تسهيل تدفق العمال المهرة من دول غير الاتحاد الأوروبي وزيادة جاذبية الموقع التنافسي واستجابت الحكومة لشكاو القطاعين الصناعي والتجاري من النقص في العمالة الماهرة حيث تعتزم مضاعفة تصريح العمل للأجانب من دول ثالثة مع تقليص زمن معالجة الطلبات ورحب اتحاد الصناعات النمساوية بالمبادرة معتبراً إياها خطوة مهمة لمواجهة التحديات فيما شدد اتحاد الأعمال على أهمية جعل السوق النمساوي أكثر جاذبية للعمال المهرة الدوليين كشفت دراسة لأجندة النمسا أن الألمانية أصبحت لغة أجنبية في بعض مدارس النمسا حيث تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الطلاب الذين لا يتحدثون الألمانية كلغة أساسية خاصة في فيينا وبينت الدراسة أن عددهم يصل إلى سبعة من كل عشر الطلاب في فيينا وتعتبر هذه المشكلة تحدياً للتعليم وستلعب دوراً في الحملات الانتخابية وأشار الخبراء إلى أهمية التحدث بالألمانية خارج الصف الدراسي لتعزيز فرص الاندماج والنجاح المدرسي والوظيفي للشباب وطلبت الدراسة بمزيد من الجهود لتعزيز مهارات اللغة الألمانية لدى الطلاب أعلنت الجامعة التقنية في فيينا أن مفاعل الأبحاث الوحيد في النمسا سيستمر في العمل حتى عام الفين واربعين على الأقل بسبب تأجيل عملية نقل قطبان الوقود إلى الولايات المتحدة ويعتبر المفاعل الذي يبلغ عمره 62 عاماً مركزاً بارزاً للبحث في الطاقة النووية وتظهر البيانات أهمية استمرار التحليلات والدراسات النووية وقد تم تمديد العقد مع شركة أمريكية لتأمين توريد الوقود نظراً للاستمرار قابلية الاستخدام حتى عام الفين واربعين ويعتبر المفاعل اتراك مارك تو البحث أحد المنجزات العلمية المهمة للمعهد الذي تأسس عام الف وتسعمائة ثمانية وخمسين كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا ماندوح مكين أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة